السلام عليكم طلاب الشهر اليوم نبالش بالمحاضرة البرجر محاضرة الضغط هي المحاضرة الثانية هذا الكورس تمام نجي اول شي نعرف شنو البرجر تعريف الضغط اول شي البرجر is defined the force bare area and gas or liquid for salt quantity forces bare area and stress refer stress يقل لي عرفوا الضغط الضغط هو القوة المسلطة على المساحة force bare area هذا الملخص مالتا هو شنو القوة مسلطة على المساحة سواء كان غاز او سائل او صليب الاخرية تمام او نسميه stress يعني الاجهاد او الضغط او الاخرية اوكي البرجر هو عرؤاد تعريف مالتا force bare area يعني الاف على اي اوكي الاف على اي تمام الوحدات مالتا المتريك سيستيم حسب النظام المتري يقاس دينس لكل سنتيمتر مكعب تمام يقاس بيمن دينس لسنتيمتر مكعب او يقاس بيمن نيوتن بر سكوير متر نيوتن على متر تربية اه اما في النظام الدولي للوحدات يقاس بالباسكال اوكي يقاس بيمن يقاس بالباسكال ملاحظة مهمة هنا يقلك انه ذن الوحدات اللي هجهتين فوق ما اقدر استخدمهن بالطب تمام ليش لان ما يستخدمن بالطب هنا اصلا هي غير طريقة غير مشتركة فاللي القياس ما البرجر بالطب هو الهجي يعني الميركري تمام اللي هو هيت كول ميركري يعني انه ارتفاع عمود الزعبق الهجي اذا عادت اقيسه اقيس الهجي تمام شنو الوحدة مالته من اللي زعبقي اوكي اه قانونه هو البي معناها ضغوط البرجر رو جي اتش رو جي اتش الرو يعني كثافة الجي تعجيل والهجي الارتفاع ارتفاع عمود الزعبق تمام قدنا معلومة تقول انه كثافة الزعبق اكثر من المي ب13.6 مرة شون نانا شوفوه قايل لك الميركري يجب ان ارتفاع الميركري اكثر ب13.6 مرة تمام يعني اذا اجاب لك من اكثر قيل لزبق هو كثافة اكثر اه نجيل هذا المثال هو مثال سهل اطلب نرجع للمثال يقيل له اه 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 قلنا ما هي ارتفاع المي اللي ينصنع بنفس الضغط 120 مال الزعبق تمام فالفكرة وين الفكرة انه اساوى الضغط الزعبقي وهي ضغط المي على مد اطلع اله تمام فنجح نطبق على الزعبق اللي هو اه بي رو جي اتش تمام فنجح نطبقنا هنا انا طلعت الكامل هو مالة من مال الزعبق ايش قد طلع الضغط طلع واحد بوينت ستة فاجي اساوي نفس ما قلت لك اساعد ضغطين الضغط مال الزعبق طلع عندي هذا الطرف كله معلوم اوكي اما الطرف الثاني فهو بثنين معلوم واحد مجهول اوكي فهذا المجهول يعني اذا ذني معلومات واحد في تسعمية وثمانين طبعا الكثافة مع الماء هي واحد والضغط هو تسعمية وثمانين اوكي فهذا معلوم طلعناه من فوق فنيجح هسا تسعمية وثمانين والأتش اللي مجلب وياه يصير جوه يعني التسعمية وثمانين تجي هنا بالمقام اوكي تجي هنا بالمقام ونقسم هنا جيد راح يطلع لي راح يطلع لي مية وتاث وستين سنتيمتر اوكي كلش سهل ما سوينا شيء بس ساوينا ذلنا الضغوطات مع بعض ويعنا اول شيء كل واحد نطلع ضغطها لان احنا نساويهن طلعناها اول شيء واحد الميركري الزئبق والنوب اجي للمي تمام الزئبق كل هالمعلومات طلع الضغطه بسهولة المي بس الارتفاع مجهول وايضا نطلعه بسهولة اوكي ان شاء الله واضحة تمام طلاب نكمل اهنانا قاعد لك عرف شنهو الجيج برجر الجيج برجر اس برجر روليتف اتموسفيرك برجر هو الضغط اللي اقيسه بالنسبة للضغط الجوي يعني الضغط ضغطك بالنسبة للضغط الجوي شلون يعني اذا جيج برجر 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 يعني شنو يعني يعني اذا فوق الضغط ما للجوي اسميه برجر اذا جوه يعني نكاتف يصير بلو ات يعني يصير شنو يصير نكاتف يعني الضغط الجوي هو سبعمية وستين اوكي اذا قلت لك سبعمية وخمسة وستين شت قللي قللي بوزاتف لان اعلى من عنده اذا قلت لك سبعمية وخمسين هو اقل من عنده يعني نكاتف اوكي فهاي يعني الضغط هين قاس اه نيجي هنا الاتموسفير داز هنا قلت لك القانون ما لدنا اه قانون هو البي ابسنت البي ابسس او ابسلوت يعني هو الضغط المطلق او الضغط الكلي تمام يساوينا البي جي يعني يعني زائد البي اي تي ام يعني الضغط الجوي اوكي فهذا توضيح الهن تمام هنا هذا السلايد مواضحة بالبوربوينت وشرحة فراح اشرح على البوربوينت هنا قللك ميجرمانت اوف برجر اند بادي شوف ركزويا عدنا ثلاث صور لازم اشرح ثلاث صور قاني يجيب لك الصورة ويقللك اشرح لي اوكي فاول صورة انفجر اي بوث سايد اوف دا تيوب اوبن نشوف السايد هنا هاي الجوبات منها مفتوح ومنها مفتوح من الجهتين مفتوح اوكي من الجهتين مفتوح تمام من الجهتين مفتوح تمام انه من الجهتين مفتوح من الجهتين تقولون اوكي الضغط هنا وحنا شنو مفتوح تمام فهنا اول شي مفتوحات تمام والضغط منا ومنا مستويات تمام من تكون منطقة عميقة من تكون منطقة تنزل تمام كل ما كانت عميقة كل ما يزيد بها الضغط مثلا هنا هالمنطقة عالية ما بها ضغط المنطقة هاي ناصية بها ضغط فكل ما كانت اعمق كل ما كان الضغط بها اكثر هذا الصورة الاولى أول شي مفتوحات منه ومنه ونه بالضغط مالتين شنو مساوي نشوف المساويات إذا صارت واحدة أعمق واحدة ناصية وواحدة عالية الجهة الناصية بيضغط أكثر الصورة الثانية ربطنا نفسي ته واحدة من الاتجاهات مالتين ربطناها بالون سبوس ون سايد ووحدة من الاتجاهات ربطناها بالون ربطناها بالون تمام بعد ما ربطناها بالون أو نربطها بجار اللي هي ما اللي شون نقل لك فور سوداني يعني قلبه مع الفور سوداني فذن حالتينو وش نربط هنا هنو بنربط هنا هنشوف شراح يصير هنشوف شراح يصير بالصورة بي هاي الصورة بي البي أبسس البي أبسولوت يعني الضغط الكلي كريتر دان أتموسفيريك برجر هاااة بالصورة بيش عدنا إذا ربطتها أم البالون البي أبس البي أبسولوت أكثر من البي شنو بي 0 أي يعني الضغط مالتنا هنا أكثر من面 من الضغط المتطمو أكثر من الضغط الجوي هاي أم البالون فجر بي هي البي أبسلوت أكثر من الضغط الجوي أكثر من الضغط الجوي ويرن فجر سي الأما فجر سي فبالعكس تكون لس أتموسفير برجر تمام هاي هيت أعلى وهاي لس فهاي هنا فهمناها إن شاء الله هاي أقل هاي أكثر من الضغط الجوي هنا أقل من الضغط الجوي أم البالون أكثر أم العلبة أقل اوكي هاي شون أقيس الطريقة تمام هذا الجهاز الضغط سفيق مانوميتر أول شي تعريفة هو ميجورنك بلود برجر بس هاي قيل له هو لقياس ضغط الدم هو شنو شي سوي قيس ضغط الدم شي سوي قيس ضغط الدم أنا أريد أعرف سفيق مانوميتر هو الجهاز الزئب أريد يقيس ضغط الدم خلي نشوف شنو أسوي شنو يسوي هذا مثل ما معروف هو باي سكويز اذا باوب بيرسون ميكينج ميجرمنت الاكسترا برجر أول شي أنطي أدوس بالنان هاي سودا العتلة أضغط عليها راح ينتضغط على الإيد تمام نترانزميت انت بوث مين ارتري اروح على الارتري مالتنا اللي هو اعتقد ارتري بريكيال فاعتقد اصور البركيال اضغط عليه بالارم وبالتالي شنو راح طب بالسماعة و اقرأ يعني اقرأ الضغطات اللي يجيني اباوع شوفه شقد يقرأ تمام وراها شي صير وين ديس ابلائي برجار اكسس بلوت برجار من انت الضغط راح يسري الضغط ويمشي الدم تحت الكف مالتي تحت اللي اخليها على الايد تمام راح يسري الدم تحتها وبالتالي من راح يسري الدم راح يزيد الضغط اجيب سماعتي اوكي اجيب سماعتي و اقرأها اقرأ الضغط العالي و اقرأ الضغط الناصي تمام اقرأ الضغط العالي و اقرأ الضغط الناصي الضغط العالي هو 120 طبيعي والناصي هو الضغط الثاني يسموه Size Tall الضغط الناصي و الضغط العالي هاي كلش واضح إن شاء الله الضغط للقباط والضغط الانبساطي تمام؟ فإحنا هنا نتركزلي على الضغط العالي وتركزلي على الضغط الواضع حسنا هنا نظن نأخذهن بالبوار أفضل لأن بين كتابه هاي كل ما شرحناها قلت لك إنه شون تجي الصور بي هنا هذا التعريف غبي شو شفناه بالبوار حسنا هنا نيجي الضغط تمام؟ الضغط داخل الوين؟ داخل الجمجمة عندنا بالجمجمة ايش عندنا؟ عندنا تقريبا سائل الدماغي أو النخاعيني هو 150 سنتيمتر اوكي دكتور 150 سنتيمتر داخل الدماغ هذا السائل فهذا السائل موجود بفتحات اسمها ventricle فتحات بطينات شوفوا هنا بالصورة فتحات وبطينات اوكي فهذا السائل موجود هنا بالبطينات اوكي وراه شراح يصير الفلويد جينوريت انسايد براين فلوثرو يعني شوف اول شي هنا اول شي يجي السائل هذا اهنا اوكي هذا الاحمر اعتبر السائل تمام؟ وين راح يروح؟ راح يروح هنا للحبل الشوكي هذا الحبل الشوكي راح يخرج من الحبل الشوكي خرج من الحبل الشوكي يعني جانا من الدماغ السائل وراح للحبل الشوكي طلع من الحبل الشوكي الحبل الشوكي وراح يوديه راح يوديه للدم اوكي اوكي مثل احنا دعونا نشوف ماذا هادنا بعد اوكي قال لك قال لك انه يصير عندك إنترنال برجر ضغط داخلي زين دكتور هذا ضغط داخلي ليش صار عندي ليش صار عندي ضغط داخلي أنا قل لك السليش ضغط داخلي صار لأن هذا السائل السائل اللي قلت لك لازم يطلع قلت لك هذا السائل اللي لازم يطلع من هاي الفتحة تمام؟ بينما هاي الفتحة نسدت هاي الفتحة نسدت اجأ السائل ارتطم بها اجأ السائل ثاني ارتطم بها اجمع عن سوائل هواي صار الدماغ مليان مليان سوائل تمام؟ وبهاي الحالة اللي شنو ارتفع الضغط عندك دماغ انتفخ انتفخ دماغ الطفل هي صار دعما بالأطفاء بالبرد دماغ الطفل كبر صار تشبيه ليش لان هاي الفتحة نسدد هاي الحالة شي سموها كلش مهمة الهايدرو سيفالس هاي الحالة هي اللي اسمها يعني شو نقول ووتر هيد تجمع الماء او استسقاء الماء بالدماغ يعني الفتحة نسد ويجمع سواء الكلين اوكي هاي يسموها هايدرو سيفالس كان اوفين كوركتد باي سيرجيكلي انه صير نطبو بنبوبة ونسحب هذا السائل اوكي زين اريد اكشفاني عليها شون مثل طريقة اريد احرف انه عندي الطفل بهذا السائل او لا اجيب فيتا او اقيس اذا طلعت من 32 الى 37 فهو طبيعي 40 نقول عندي هايدرو سيفالس واضح نقول عندي شنو هايدرو سيفالس الطبيعي النورمر الرينج وثانين وثلاثين سواء وثلاثين اذا اقل العفو ذا اكثر فنقول هايدرو سيفالس اوكي هاي واضح هاي بابسط صورة وضحتها لكم ان شاء الله نيجي هنا الضغط اللي بالعين تمام الضغط اللي بالعين تمام الضغط داخل عينك هو الطبيعي 12 إلى 23 الضغط داخل العين الطبيعي العين يشبيه بها تروية الدموية للعين بالتالي الضغط رح يزيد يعني رح يجمع ضغط المكان ورح يزيد بعد الدم هذا شوفوا هنا كلها نسد صار هنا ضغط يعني النيرب صار بتأذى أو إلى آخره فالمهم المهم عندنا جمعت هنا سوائل بالعين بالتالي من تجمع السوائل بعد ما تقدر تشوف أوكي ليش لأن صعد الماء بعينك نسمي فبعد ما تقدر تشوف هاي العملية نسميها أو المرض نسميه غلاكوما غلاكوما يعني عينك تضخم يعني يجمع بها الضغط تتورم يسموه غلاكوما تمام هني جيت الضغط اللي موجود بالجهاز الهضمي دكتور شنو الضغط اللي موجود بالجهاز الهضمي ضغط بالجهاز الهضمي أكثر من أو أكبر من الضغط الجوي ليش لأن لأن أدنى المريء راح يتصل وياما بين اللانج وبين الشيس يعني بين الرأي وبين الصدر والآخره تمام فنجي إن كريز برجر انسايد الجي اي تي يعني الجهاز التنفسي شنو أسبابه زياد الضغط أول شيء أكوموليشن أوف فلود عفوا فوت انكريز برجر انسايد ستومك لاير يقل له أول طريقة أول شيء تجمع طعام ويعني لياكل هواي يجمع طعام بمؤتة راح يضغط على على جدران المعدماتك تمام فاليوم اس دايركتلي يعني أنه صورة مباشرة الحجم يهثر بصورة مباشرة يعني من تاكل هواي راح تتأذى راح سعندك ضغط بمؤتة اوكي تمام الطريقة الثانية السوالوينج اير دايرنج ايتنج فوت انت من تاكل ويعني أثناء الأكل ش راح يصير عندك راح تبتلع هوا يعني انت من تاكل تبتلع هدقك راح تاخذ هوا فبالتالي هذا الهوا ايضا يؤثر على المعدة او يؤثر على الجهاز الهضمي تمام ودائما نصير تجشع وإلى آخره تمام انا ممكن اطلع الضغط الهوا اطلعت مرات تأثير بكتيري تأثر على المعدة مالتك اوكي تأثر على المعدة وبالتالي يزود الضغط عندك داخل المعدة اذا نشكل عوامل داخلية نجي هنا اكستيرنال فاكدر عوامل خارجية على المعدة اللي هنه مثل البولت يعني نقول الشون البولت يعني الشون تلزم تلبس حزام او شي سباحة طيران كل هن يزودن الضغوط اوكي كل هن يزودن شنو يزودن الضغوط نجي هنا هنا المنطقة الضغط بالمثانة البولية تمام يعني هي بها عوامل خارجية وبها عوامل داخلية عوامل داخلية يتجمع البول على داخل المثانة هاي عوامل داخلية فور ادول تيبيكال ماكس فاليوم بفور يعني عند البالغين تكون المثانة ساعتها خمسمية ميلي لتر اوكي نص متر نص لتر عفو هاي التراكم البول ما لاته يعني او شي اذا تراكم البول يزيد عندك الضغوط الضغط لازم يساوي 30 سنتيمتر في يعني 30 سنتيمتر من المي اوكي result muscular construction bludder the wall produce monometry pressure at 150 دائما ينتج عن تقلص العضلات مال الجدار الضغط حوالي 150 اوكي فاعرفت اني ليش يصير عند الضغوط لاني يجمع البول بالبلادر بالمثانة اوكي اذا اريد اقيسها او pressure the bladder can be measure pie اذا اريد اقيس الضغوط اول شي passing the catheter pressure sensor into the bladder and urinary pass يمكن قياس الضغوط Beeman قسطرة اول شي القسطرة يعني عنطي جهاز مستشعر ويدخل وين يدخل المثانة اوكي اه واحدة اثنيا means the needle inserted the wall of the abdominal directly into the bladder اجيب ابرة وازروفها منيا اجيب ابرة وادخل الابرة وين جدار البطن اللي مطل على المثانة اللي غريب على المثانة اوكي اجيبه وشنو يعني ازروفها اوكي وبالتالي انه اكو نقول الميكانيكية مع العمل مثل شو نقول الصمامات اللي هي فالف او سفينكتر هي مسؤولة عليها من مسؤولة عن كل هاي التغيرات مسؤولة عن الكاثوريتر تكنيك يعني القسطرة اوان ادخلها دخلها بالصمام اوكي فهاي يعني كشي مهم تمام بلادر البرجر انكريستو اوكسترنال فاكتر خلصنا العوامل الداخلية اللي هي بس تجمع البول عوامل خارجية شنو دكتور مثل الكوفن مثل السعال اللي هي يعني شو نقول ضغوطات عليك and sitting up اللي شنو الجلوس الزايد يعني هاي رح سبب ضغوطات ندارنك برق ننسي نوع الحمل اوان ذا ويت من اوان يزود وزن الجنين رح سيضغوطات على العوم اوكي اوان سيضغوطات على المثانة وبالتالي رح تزداد الضغط مال المثانة اللي هي بلادر and pressure cause frequent urination رح يصير تبول لا ارادية يعني اذا الطفل هو قاعد على الحوض مع الام وبالتالي من قاعد على الحوض رح يضغط على المثانة وبالتالي رح يصير عندك شنو تدرر عند الام بصورة لا ارادية اوان 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 هنا يقلك الدكتور من الزيادة بالضغوط انه تكون مثل انه انت عندك امتحان بالتالي راح تتدرر اكثر تمام تروح للمغاسر اكثر اذا كان عندك امتحان ليش؟ لان بسبب الاعصاب يعني الاعصابك تتلف هنا يقلك استخدام الهايبر اكسجين ثيرابي شنو يعني علاج بالاكسجين على الضغوط شا عالج بالاكسجين؟ عالج القنقرينة وعالج الارتفاع السي او يعني احادي الاكس احادي اوكسيد كاربون وعالج السرطانات اوكي؟ فاذن ثلاثة هن اقدر اعالج هن بهين اوكي؟ واتمنى كانت المحاضرة واضحة اوما اطولت اليكم هواي وشكرا لكم اشتركوا في القناة